منتصف الليل بتوقيت جرينج السابع مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة تحليل ونقاش لأخبار أمريكا والعالم أهلا بكم إذن أجلت الولايات المتحدة نحو 300 أمريكي من سفينة سياحية تخضع لحجر صحيق بلا تسواحل اليابان وسجلت إصابات بين ركابها بفيروس كورونا الخارجية الأمريكية أكدت إصابة 14 شخصا بفيروس كورونا مشيرة إلى أنها سترسلهم إلى ولاية نيبراسكا بسبب توفر المستلزمات الطبية هناك حيث أكد المركز الطبي في جامعة نيبراسكا بأن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم مروا مباشرة إلى الفحص الطبي والعزل الخارجية الأمريكية أعلنت أيضا أنها تتعقب حالة 60 مواطنا أمريكيا في اليابان بالتزامن مع تسجيل إصابة جديدة لدى شخص تم إجلاؤه من الصين ويخضع للحجر الصحي في تكساس أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتعقب حالة 60 مواطنا أمريكيا في اليابان بعد إعادة أكثر من 300 أمريكي من السفينة السياحية دايماند فرانسس وقد تبين أن من بينهم 14 مصابا لكن تم عزلهم عن الركاب الآخرين في الطائرتين التي وصلت إلى كل من كاليفورنيا وتكساس وفور وصول المصابين عقد مسؤولون من المركز الطبي في جامعة نيبراسكا مؤتمرا صحفيا بشأن الجهود المبذولة لإجلاء الأمريكيين من اليابان إلى الولايات المتحدة في وقت متأخر من الليلة الماضية طلب من جلب بعض الأفراد إلى هنا الأشخاص الذين إما كانت نتيجة تحاليلهم إيجابية أو كان هناك احتمال كبير بإصابتهم بسبب الأعراض التي كانت تظهر عليهم وقمنا بإجلائهم إلى هنا لأن لدينا المرافق الصحية اللازمة بالإضافة إلى الموظفين ذوي خبرة تمكنهم من التعامل مع هذا النوع من الوباء وفي هذا الوقت تم تأكيد حالة أخرى من الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لدى شخص تم إجلاؤه من الصين وهذه الحالة تخضع للحجر الصحي في تكساس نقل أحد المرضى إلى المستشفى إلى وحدة الاحتواء البيولوجي بسبب حالته المزمنة وكان يعاني أيضا من بعض الأعراض الخفيفة كان يشعر بالدوار وبضيق في التلفز في ذلك الوقت لذلك تم نقله إلى المستشفى لمزيد من التقييم والمراقبة أما البقون فقد نقلوا إلى وحدة الحجر الصحي وأكد مسؤول المركز الطبي في جامعة نيبراسكا بأن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم مروا مباشرة إلى الفحص الطبي والعزل دون التركيز على مراقبة وثائقهم لم يكن لديهم أي وثائق لذا كل شيء تم تمريره وكما تعلمون لقد كان لديهم رحلة طويلة جدا لذا أعتقد أننا لن نقوم بأي افتراضات حول أي شيء تم تمريره لفظيا سوف نمضي قدما ونختبر الجميع في غضون ذلك يزداد القلق حيال 1455 راكبا كانوا على متن سفينة وستردام السياحية وقد سمح لهم بالنزول الجمعة قبالة كومبوديا بعدما خضع بعضهم لفحوص طبية كشفت أرقام رسمية نشرت يوم ثلاثاء أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تخطت 1800 شخص في الصين بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوباي وأحصت سلطاته الصحية في المقاطعة التي بدأ منها انتشار هذا الفيروس 1807 إصابات جديدة اليوم وذلك في تراجع عن أحصائية يوم أمس الأثنين وينضم إلينا عبر شبكة سكايب من ولاية ميريلند البروفيسور لورنس غوستن أستاذ محاضر في الطب في جامعة جورجتاون وأستاذ محاضر في الصحة العامة في جامعة جونز هوبكنز أستاذ غوستن هل برأيك هذه الأعداد التي ترتفي؟ على الرغم من تراجع أهلا وسهلا على الرغم من هذا التراجع الضئيل في الإصابات هل وصلنا إلى مرحلة يجب على المواطنين أن يخافوا؟ وإذا هذه هي الحالة فعلا ما هي الإجراءات التي يجب أن يتبعها كل فرد على حدان؟ أعتقد أن الموقف في الصين قطير جدا خارج الصين خاصة في الولايات المتحدة أو في أوروبا هناك مخاطر أقل بكثير من المخاطر التي يتعرضون لها في الصين لا يجب أن يهلع الناس فالمخاطرة قليلة وعادة هذا المرض ليس مرضا فتاكا ولكن يجب تجنب الاتصال بالناس الذين عادوا من الصين لتوهم ويجب التأكد إذا كان لديك أعراض مثل أعراض الإنفلونزا عليك أن تزور الطبيب مباشرة خاصة إذا تعرضت لعدوى من شخص جاء من الصين يجب أن تكون منطقيا في النظافة العامة يجب غسل اليدين وتجنب المصافحة أو لمس مقابض الأبواب أو الأنف والعيون والفم هذه الأشياء التي تجعلك تحافظ على صحتك دكتور تحدثت عن هذه الخطوات الاحترازية التي ممكن أن يقوم بها أي فرد ولكن هنا السؤال التقارير الإعلامية الأخيرة في الولايات المتحدة تتحدث عبر مصادر عدة بأن ليس هناك من أعداد كافية مثلا للأقنعة أو القفازات التي ممكن يستخدمها المواطن العادي من خلال اتخاذ الطرق الاحترازية هنا سؤال هي كانت مسألة وقت في الماضي كان هناك أوبئة أخرى انتشرت واستعملنا هذه الأقنعة ويعني ستكون مسألة وقت حتى يهدد وباء آخر العالم أجمع هنا سؤال لماذا لم نجهز أنفسنا يعني إن كان الولايات المتحدة أو الدول الأخرى لحالات الإنفلوانزا أو العدوى السابقة أنت سألت سؤالا جيدا جدا بالبداية وللإجابة على سؤالك لو كنت في الولايات المتحدة أو في أوروبا فإن سلطات الصحة العامة بما فيها مركز السيطرة على الأمراض لا توصي بأن تضع قناعا على الوجه وذلك لأننا لا نريد أن يكون هناك أقنعة كثيرة مستعملة يجب أن تستعمل القناع المناسب وهذا ليس بالضرورة إذا كانت هناك مخاطر بالغة مثل الصين فيجب أن تستعمل القناع وبالطريقة المناسبة أعتقد أننا لا يجب أن نبالغ في رد فعلنا على هذا الوباء يجب أن نبقى آمنين وسالمين ومن الواضح أن العالم ليس مستعدا ويدهشني أن هناك الآن سارز وميرز في الشرق الأوسط وهناك إيبولا في إفريقيا والآن هناك فيروس كورونا آخر في الصين وهناك الإنفلوانزا ومع ذلك نحن غير مستعدين نحن نتحرك من عدم اتخاذ أي إجراءات إلى الهلع يجب أن نستثمر في التكنولوجيا وفي أنظمة الصحة العامة العالم ليس مستعدا هل المستشفيات في الولايات المتحدة برأيك مستعدة لتدفق المرضى والأعداد الهائلة الذين يحتاجون إما إلى الحجر الصحي أو حتى نحن نتحدث الآن في فصل الصيف عن فترة إنفلوانزا وبالتالي الآن هناك إمكانية لأن يصاب أي شخص مننا بالإنفلوانزا وتكون عوارض إنفلوانزا عادية ولكن لأن هناك مرض أو إنفلوانزا كورونا سيكون هناك حلم من الورع أو الخوف وبالتالي سيكون هناك تدفق لأعداد كبيرة إلى المستشفيات هنا السؤال هل فعلا المستشفيات الأمريكية متأحلة لهذا الموضوع؟ هذا يعتمد على عدد الحالات الموجودة لو لا نزال نبقى عند عدد محدود من الحالات كما هو الحال الآن فإن المستشفيات جاهزة الولايات المتحدة فيها نظام مستشفيات قوي جدا وهناك قدرة على الاستيعاب ولكن لو أرهقنا بعدد الحالات أو كان هناك الكثير من الناس القلقين غير مصابين بفيروس الكورونا ولكن يتدفقون على المستشفيات هلعا وذعرا عندها نكون في مشكلة هناك فيروس H1 V1 في الولايات المتحدة كان هناك إجراءات احتياطية بشأن من نقبل وعمليات غربلة بشأن من نقبل ومن لا نقبل مهان في الصين بالواقع هناك ثالث أكبر نظام مستشفيات في الصين بعد شنقهاي وبكين ولكن لم تستطع المستشفيات التعامل مع العدد الكبير من الحالات وبعض الناس ردوا على أعقابهم آمل أن لا نرى هذا في الولايات المتحدة تحدثت دكتور غوستن عن حالات سابقة مثل إنفلونزا الخنازير وغيرها تجربة إنفلونزا الخنازير عام 2009 أشارت بأن مثلا التدابير التي اتخذت منها إغلاق المدارس والفحص الحدودي يمكن أن تشتري فقط بعض الوقت ولكنها لم تكن كافية هل برأيك نحن أمام نفس الواقع وما الذي يجب القيام به الآن؟ نعم ربما نكون نحن نعرف أن الحظر على السفر والقيود الحدودية ربما تبطئ الأمور قليلاً ولكنها لن توقف انتقال الجراثيم ولكن على أي حال الناس الذين لا تظهر عليهم الأعراض ويعبرون الحدود ربما نواجه مثل هذا الموقف وهذا يبعث على القلق لدى السلطات الصحية ويمكن أن نرى زيادة كبيرة في الحالات فيروس كورونا يبدو أنه معدي جداً بسوء الحظ هو ليس فتاكاً ولكنه معدي ورأينا حالات على الأقل في أربع قارات في العالم ويمكن أن نرى تصاعداً في عدد الحالات وفي بعض الحالات رأينا في الصين ورأينا انتقال للعدوى ضمن أعداد كبيرة من الناس قد نرى هذا في أمريكا وفي أجزاء من آسيا وعندها سنكون في وقت عصيب في الأشهر والسنوات القادمة لوينس غوستن الأستاذ المحاضر في جامعتين جورجتاون وجونس هوبكنز شكراً جزيلاً لوجودك معنا ضمن من العاصمة يواصل الديمقراطيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية المبكرة في ولاية نيفادا فيما يتبارى المتنافسون في حشد قواعدهم الانتخابية ورأى قضايا تمثل صلب حملاتهم الانتخابية ومحل جذب الناخب جميعهم عينهم على الثلاثاء الكبير الذي ستجرى فيه التمهيديات في خمسة عشرة ولاية أكثر من 26 ألف عضو بالحزب الديمقراطي أدلوا بأصواتهم مبكراً في نيفادا خلال أول يومين من التصويت المبكر في ثالث ولاية من محطات الانتخابات التمهيدية للحزب نصف هؤلاء تقريباً صوتوا لأول مرة في تمهيديات الحزب بالولاية التي قررت منح أربعة أيام للتصويت المبكر لاختيار ثلاثة على الأقل للترشح لخوض انتخابات الرئاسة القادمة المرشحون تبارعوا في عرض برامجهم والتركيز في خطاباتهم على القضايا التي تلمس وترى لدى الناخب لا سيما الأقليات الكبرى في البلاد ساندرز الذي يحمل في جعوبته فوزين من أيوى ونيوهامبشر حث الأفارقة واللاتين والأسيويين على التصويت مؤكداً أن تأييدهم لا يمكن أن يؤخذ كأمر مسلم به لكي نفوز في نوفمبر نحتاج إلى دعم قوياً من الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية ومن اللاتين والأسيويين والأمريكيين الأصليين كما ترون نتعرض للانتقاد من نخبة الشركات والمؤسسات السياسية بسبب ما يصفونه بالأجندة العنصرية أو المتطرفة وأنا بكل احترام أختلف معهم فما نتحدث عنه هو بالضبط الأجندة التي تنشدها الطبق العامل في أمريكا بوتجاج الذي يحاول أن يبني على أدائه القوي والمفاجئ في أيوان يوهامشور تحدث عن توفير الخدمات الأساسية وتطويرها وضرورة توحيد الأمريكيين خلف أهداف كبرى وواحدة أترشح لهذا المنصب لأنني أؤمن بأن للرئاسة غاية هذه الغاية ليست لتمجيد الرئيس بل لتمكن الشعب الأمريكي وتوحيده لكي نقوم بهذه المهام الكبرى معا هذا هو السبب في أنني أطلب دعمكم بايدن الذي ما يزال يعاني من انتكاسة المحطتين الأوليين يحاول أن يستجمع قواه وأن يستنهض جباهاته الخاملة خاصة بين الأفارقة والمناهدين لتجارة السلاح في البلاد لم أتصور على الإطلاق أن يخرج الناس من الحقول عام 2017 وهم مشحونين بالغضب ليرددوا شعارات معادية للسامية من تراث كوكلاكس كلان ما الذي حدث؟ قتلت فتاة شابة وعندما سئل الرئيس عن رأيه فيما حدث قال هناك أناس طيبون من الجانبين لم يحدث أن صرح رئيس أمريكي بمثل هذا من قبل إليزابيس وارين التي بح صوتها وما زالت بعد في بداية الحملة اختارت مداعبة الملايين بالحديث عن برامج الرعاية الاجتماعية والصحية التي وعدت بتوسيعها والدفاعي عنها من اليوم الأول سأفعل ما يستطيع رئيس أن يفعله بنفسه وهو الدفاع عن مشروع أوباما للرعاية الصحية وهو ما يعني حماية المرضى ذوي الأمراض السابقة على التأمين المشروع الذي كانت تحاول إدارة ترامب تخريبه وهو ما لن نسمح به كولوبيتشار التي تحمست بعد أن وضعتها نتائج أيوة نيوهامبشار في الأربعة الأوائل من المتنافسين تحدثت عن طرق مكافحة الفساد والحصافة في إنفاق الميزانيات أود أن أرى ميزانية لعامين هذا سيساعدنا على أن نعرف متى وأين نضع الأموال وعام آخر لننظر كيف تم إنفاقه الانتخابات الرسمية ستبدأ السبت بنيفادا التي يضع فيها المتنافسون أعينهم على الثلاثاء الكبير الذي سيشهد في الثالث من مارس القادم انتخابات متزامنة في خمسة عشر ولاية أخرى ولمتابعة هذا الموضوع تنضم إلينا من شيكاغو المحللة السياسية لورا شوارز والتي عملت أيضا مستشارة مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أستاذا لورا أهلا وسهلا بك مجددا ضمن من العاصمة إذن نيفادا والانتخابات التمهيدية والتجمعات الحزبية هي الخطوة التالية بعد آيوا ونيوهامبشر ما الذي برأيك ممكن أن تقدمه نيفادا ولم تقدمه آيوا ونيوهامبشر للمرشحين خصوصا الثلاثة الأولى نيفادا ونظام التصويت الانتخابي هذه هي أول مرة مرشح ديمقراطي للانتخابات الرئاسية سيرى جمهورا أكثر تنوعا من ناحية الأصول الإثنية والخلفيات بالمقارنة مع الولاياتين الأخرين الشيء الآخر الذي سنراه هو طبق عاملة ونقابات أقوى نيفادا فيها نقابات عمالية قوية ونتيجة لوجود النقابات العمالية نرى جو بايدن أرقامه أفضل مما كانت في آيوا أو نيوهامبشر والتنوع ربما هو السبب وراء ذلك حاليا بيرني ساندرز هو في المقدمة طبق عاملة موجودة أكثر ومتنوعة في نيفادا مقارنة بنيوهامبشر وآيوا كما قلت ووجود النقابات العمالية القوية ولكن جو بايدن على الرغم من أن أرقامه الآن بسبب النقابات العمالية القوية ولكن هل هذا سيسمح له فعلا بالتقدم بعد أرقام جاءت في المرتبة الخامسة في ولاية نيوهامبشر كانت أرقام فعلا مفاجئة حتى لحملته الانتخابية جو أمامه طريق طويل وبكل صراحة بفادة هذا السبب ثم كارولاين الجنوبية هي الولايتان اللتاني ستصنعانه أو تكسرانه هو أيضا يفقد الكثير من أموال التبرعات وبدون هذه التبرعات لا يستطيع أن يوصل رسالته ولكن مع وجود النقابات العمالية في نيفادا وبايدن في المرتبة الثانية ومحاط بإليزابيث وورن وبيرني ساندرز الموضوع الأساسي ربما هو سيستفيد من برنامجه الخاص بالرعاية الصحية ساندي والمرشح الأخرى تركزان على الرعاية الصحية أيضا ولكن النقابات تهتم بالتفاوض حول الرعاية الصحية والمراهنة على مراهنة صحية أفضل جو بايدن لا يريد رعاية صحية للجميع هو يريد الاحتفاظ بالأنظمة الحالية ويريد الاستمرار في برنامج أوباما كير جو بايدن لديه رسالة متناقضة وربما هي التي ستحدث فرقا عليه أن يأتي على الأقل في المرتبة الثانية لأن المرتبة الثالثة ليست جيدة في نيفادا ممكن النقابات العملية أن تقلب أرقام جو بايدن ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن الشخص الذي هو الآن في الطليعة كما ذكرت بيرني ساندرز في آيوا ونوهامبشر استفاد كل من إليزابيث وورن وإيمي كلوبتشار وبيت بودرجيج من أصوات الناخبين البيض الآن كما نقول بأن هناك تنوع ثقافي وعرقي في نيفادا من سيستفيد؟ يعني بيرني ساندرز استفاد في عدد كبير من استطلاعات الرأي من أصوات الناخب اللاتيني فهل أيضا سيستفيد بيرني ساندرز من نيفادا؟ أعتقد أن ساندرز إلا إذا فشل في المناظرات بعد يومين أعتقد أن لديه فرصة قوية في الفوز ولكن لا أعتقد أن هذا الفوز سيكون بأغلبية كبيرة ولم يفز بحامش كبير حتى الآن ولا أعتقد أن نيفادا موالية له إلى هذه الدرجة هناك إليزابيث وورن وكلوبتشار كلهم يأخذون من أرقام بيرني ساندرز لو نظرت على اليسار مثلا على وارين ونظرت على مرشح معتدل مثل بوتي جيج وشو بايدن وكلوبتشار سترى اتجاها يجب أن نعيره انتباها في نيفادا وهو أن الأثنين المعتدلين من بين الثلاثة الأوائل يحصلون على نسبة أكبر من نسبة بيرني ساندرز وهو في المقدمة كما هو الحال في نيوهامشير إذن الناس يريدون أن يميلوا إلى الاعتدال أكثر من ميلهم إلى اليسار عندما يختارون مرشحهم هذا يجب أن نراقبه أستاذ شوارد هذا ما أفهمه إلى أي مدى ممكن أن نقول بأن نيفادا ستكون أول مؤشر حقيقي لإمكانية انتخاب أو الانتخاب أو ما يعرف بالإنجليزية electability لهؤلاء المرشحين الديمقراطيين أعتقد أن نيفادا ستكون مؤشرا جيدا وعلينا الانتظار حتى يوم الثلاثاء العظيم عندما تكون هناك أعداد أكبر من الولايات تجري فيها الانتخابات وهي أكثر تنوعا من نيفادا علينا الانتظار إلى يوم الثلاثاء العظيم هذا مؤشر جيد أول ولاية فيها تنوع إثني ولكن عندما كل الولايات في الثلاثاء العظيم تنتخب ستكون لدينا مؤشرات أفضل لا أعتقد أن أحدا عليه الانسحاب إلا إذا لم يستطع الاستمرار حتى الثلاثاء العظيم هناك الكثير الذي يمكن تعلمه أو الاستفادة منه سؤال على جانب ما يحصل في نيفادا مايك بلومبرغ أين هو من كل ما يحصل؟ هل سيشارك؟ هو يقوم بحملة انتخابية من ماله الخاص لأنه ملياردير ولكن أين هو؟ هل برأيك سيشارك؟ وكيف سيقنع الناخب الأمريكي طالما هو لا اسمه غير مطروح حتى في المناظرات أو حتى في التجمعات الانتخابية؟ هذا مثير للاهتمام لم يكن موجودا في مصرح المناظرات هذا مجال وذلك لأنه لم يكن مؤهلا وحتى الآن عليك أن تكسب مقدار معين من الدولارات من عدد معين من المانحين كي تكون مؤهلا للمشاركة في المناظرات الديمقراطية الآن وهذا مثير للاهتمام اللجنة الحزب الديمقراطي ألغت هذا المؤهل وهذا يعتمد الآن على عدد النائبين لك في إحدى الانتخابات الأولية أو حسب استطلاعات الرأي من جانب منظمة ذات مصداقية عندما نرى نسبة مئوية معقولة عندها بعد سوف نرى هل يستطيع استكمال ما يلزم لدخول حلبة المناظرة وربما نراه يوم الأربعاء القادم ولكن لن نراه في قسيمة الاقتراع في نيفادا أو كارولاين الجنوبية لأنه لم يتقدم بالأوراق وبالتالي لن يسمح له أن يكون على قائمة الانتخابات يوم الثلاثاء العظيم هو سينافس ولكن بعد يومين من الآن ربما هذه المرة الأولى التي نراه يجيب على أسئلة ويقف كتفا لكتف مع المرشحين الآخرين عن الحزب الديمقراطي كان موجودا وقام بمناسبات انتخابية في 28 ولاية جلس مع الناخبين وفي اجتماعات وذهب إلى مسيرات وله تواجد إعلامي مثير للاهتمام أن نرى ماذا سيحدث هذا بالنسبة ليوم الثلاثاء العظيم المحللة السياسية لاورا شوارتس والمستشارة التي عملت في البيت الأبيض أيام الرئيس الأسبق بيلة لينتون شكرا جزيلا لوجودك معنا مرة أخرى عقد مؤسس شبكة فيسبوك الأمريكي مارك زوكربيرج اجتماعات مع المفوضية الأوروبية للبحث في تنظيم قطاع الإنترنت قبل يومين من عرض بركسال استراتيجيتها بشأن الذكاء الاصناعي كانت المفوضية الأوروبية باشرة تحقيقا تمهيديا بشأن جوجل وفيسبوك لمعرفة كيفية جمعهما لبيانات المستخدمين الشخصية ولا أي أغراض في حين شدد زوكربيرج في مقال نشرته صحيفة فينانشل تايمز على أن شركات التكنولوجيا العملاقة تحتاج إلى مزيد من القواعد التنظيمية في أربعة ميادين هي الانتخابات والمضامين المدرة والخصوصية والحق في نقل البيانات ينضم إلينا عبر شبكة سكايب من واشنطن إيدي سمعان صحفي وخبير في العلاقات العامة والشؤون الأوروبية أستاذ إيدي قد يحمل الآن الاتحاد الأوروبي أو يحمل الاتحاد الأوروبي شركات الإنترنت مسؤولية خطاب الكراهية وغيره من الخطابات غير القانونية التي تنشر على الموقع ولكن برأيك هل فيسبوك سيمتثل لقرارات الاتحاد الأوروبي أولا شكرا لاستضافتي ثانيا أعتقد أن هناك الكثير من المحتويات الضارة في فيسبوك ويجب على زكربير وفيسبوك أن يمتثل للتعليمات ويجب التأكد من أن فيسبوك عليه الامتثال لللوائح لحماية الديمقراطية وخصوصية المستخدمين ولكن فيسبوك يحذر الاتحاد الأوروبي بأن لوائحه أو القواعد التي ممكن أن يفرضها من شأنها كبح الابتكار وحرية هالتعبير إلى أي ماذا توافق مع ما يقوله زكربيرغ لا أعتقد أن هدف الاتحاد الأوروبي هو محاولة وقف الإبداع من قبل الشركات العملاقة في الواقع هم يريدون الترويج للإبداع في المجتمع بشكل عام ولكن عليك أن تحمي الديمقراطية عندما تكون المعلومات معرضة للخطر وهناك مخاطر التدخل ومهم لهذه الشبكات أن تقوم بممارسة الضبط وذلك لأنها كبيرة الكل يستخدمها يجب التأكد من حماية الأنظمة والمستخدمين في نفس الوقت أيضا كان هناك في جلسة النقاشات قال تيري بغتون مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي أن على فيسبوك كشركة أن تتكيف مع معايير الاتحاد الأوروبي وليس العكس ما رأيك في هذا التصريح هذا صحيح لأن فيسبوك إذا أرادت العمل في الأراضي الأوروبية وأن يكون الأوروبيين مستعملين لها فعليها أن تمتثل للقواعد الأوروبيون لهم حق حماية مواطنيهم وفرض اللوائح ولكن يجب الامتثال لها هذه على الأراضي الأوروبية وطبعا لدى أوروبا قانون خاص وخصوصية رقمي جديد ويقول بعض بأنه صعب التطبيق خصوصا مع الشركات الأمريكية إلى أي مدى يجب أن يكون هذا القانون الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي نموذجا لصنعي السياسة برأيك في الولايات المتحدة خصوصا فيما تمر بها الولايات المتحدة من عام 2016 إلى الآن من انتهاك خصوصية وحتى تدخل في الانتخابات طبعا الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي يتأثرون بما يفعله فيسبوك وهناك مزايا ومساوئ الوضع اللوائح يجب أن يأخذوا طبيعة الجمهور بالاعتبار أيضا من الصعب بالنسبة للحكومة الأمريكية أن تمارس الضبط على شركاتها أو الشركات الأمريكية الفوائد من هذه الشركات أفضل للولايات المتحدة من الفوائد التي تعود على الدول الأجنبية في الاتحاد الأوروبي طبعا تعالت الأصوات لوضع ضوابط وقد تم وضع ضوابط منذ سنوات ولكن حتى هنا في الولايات المتحدة نسمع حتى من مرشحين مثل أليزابت وورين أيضا تطالب بفرض هذه الضوابط ولكن زوكوربرك يكرر طوال الوقت بأن فيسبوك هي مجرد منصة تكنولوجية هذا التصريح يكرره دائما ويغسل يديه من أشياء طبعا هو يريد أن لا يتهم بها فيسبوك لماذا برأيك ممكن أن نكون قد وصلنا حتى في الولايات المتحدة في ظل هذه الحملة الانتخابية أيضا ولا زمن إعادة نفس التعبير الذي يستعمله زوكوربرك بأن فيسبوك هي فقط منصة تكنولوجية زوكوربرك عليها أن يقول هذه الأشياء فالشركة شركته وعليه أن يتعامل مع أي لوائح أو قواعد تمنعه من فرض السيطرة والضبط هو يقول أنها أرضية جيدة ولكن أيضا هو يحقق أرباح وشركته تنمو فيسبوك عليه أن يلبي ويمتثل لبعض اللوائح لا يمكن مجرد القول أن هذه منصة ويجب حماية الخصوصية نحن نلوم فيسبوك وحتى هناك شركات أخرى نحن بمجرد وجودنا على هذه المنصات الإلكترونية نحن نقدم لها كل المعلومات عن أنفسنا ولكن تأخذ هذه الشركات مثلا بياناتنا وتبيعها وتستخدمها في أغراض لا نملك حتى رأيا فيها هنا لماذا نحن فقط نستهم وسائل التواصل الاجتماعي ولا نلوم أنفسنا برأيك كأفراد ومستعملين لهذه الوسائط يجب أن نعمل على عدم مشاطرة مواد مضرة الموضوع الأساسي هو أن يتمكن فيسبوك من عمل توازن بين المنصة والحفاظ على المعلومات وأن يكون شفافا وأن يوفر أدوات مختلفة مثل المزيد من الشفافية والمشاطرة الأفضل نعم الصحافي إيدي سمعان والخبير في العلاقات العامة والشؤون الدولية والأوروبية شكرا جزيلا لوجودك معنا ضمن من العاصمة إلى هنا نصل إلى ختام من العاصمة لهذه الليلة الزميل رؤوف يلقاكم على رأس الساعة المقبلة مع نشرة الحرة الآن إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر